شهدت العقود الأخيرة انتشاراً واسعاً لاستخدام اللغة العربية في المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية فوفق مركز بيول الأبحاث ارتفع عدد الأشخاص الذين يتحدثون اللغة العربية تحديداً في المنزل في الولايات المتحدة الأمريكية من 215 ألفاً في 1980 إلى 1.400.000 في 2021 وفق الإحصاءات الأخيرة وبذلك تكون اللغة العربية سابع أكثر اللغات غير الإنجليزية شيوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثها أشخاص من أصول وبلدان مختلفة ويشكل المهاجرون بطبيعة الحال نحو سلثين من يتحدثون اللغة العربية في المنزل ويفوق عدد الأشخاص الذين يتحدثون اللغة العربية في الولايات المتحدة عددهم في أي بلد آخر غير عربي دعونا نرى أحصاءات هؤلاء الأشخاص 28% منهم ولدوا في الولايات المتحدة الأمريكية 13% ولدوا في العراق وأيضاً 13% ولدوا في مصر وتختلف أسباب الهجرة إلى الولايات المتحدة فمنهم من ترك بلده هرباً من ويلات الحرب منهم من يأمل أن يحسن وضعه الاجتماعي من خلال العمل وآخر ربما ذهب إلى هناك للدراسة وتحقيق معجزة عن تحقيقه في بلده ويعيش نصف من يتحدثون اللغة العربية في خمس ولايات أمريكية فقط هي كاليفورنيا 17% ميشيغن 14% تكساس 8% نيويوك 7% ونيو جيرزي 6% وقد ارتفعت نسبة من يتقنون اللغة الإنجليزية منهم من 54% في 1980 إلى 66% في 2021 وكما هو معروف قدمة الجالية العربية المقيمة في الولايات المتحدة عدداً لا يستهن به من نماذج النجاح وتبوأت مناصب مرموقة في المجتمع الأمريكي اشتركوا في القناة